فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة نعم كذلك كما ذكرنا أن لغة هذا الدين هي لغة العربية الفصحى فلذلك يجب أن يؤدى بها مهما أمكن في الخطب والكتابات والمحادثات يكون باللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه ولرسوله ولدينه فيؤدى بها ولا يذهب إلى اللغة الأخرى إلا عند الضرورة وبقدرها أيضا بقدر الضرورة وإلا فإن البقاء على اللغة الأعجمية مع القدرة على تعلم العربية هذا نقص عظيم ولا يحصل به إبلاغ هذا الدين كما ينبغي لأن هذا الدين باللغة العربية وليس باللغة الأعجمية فلابد أن العالم المسلم العالم المسلم أو من يريد الدخول في الإسلام لا بد أن يتعلم العربية ولا بد أن تكون العربية هي لغة التخاطب واللغة التعامل بين المسلمين في جميع أمورهم حتى في أمورهم الدنيوية تكون في المستشفيات في المطارات في كل مكان اللغة العربية التي هي سيدة اللغات فأما أن يكون العكس وأن تكون تدخل علينا العجمة تدخل علينا اللغات الأجنبية في بلادنا فهذا من الذلة بلا شك ومن تقليص هذا الدين لأن هذا الدين لا يؤدى إلا باللغة العربية ولذلك ذكر العلماء أن الخطبة الجمعة تكون باللغة العربية مهما أمكن ولا تكون بالأعجمية إلا إذا كان الحاضر أعاجم أو أنها تلقى بالعربية وتترجم لهم بلغتهم فالأصل في تبليغ هذا الدين هو اللغة العربية